اكتشف أكثر الأماكن رعباً على وجه الأرض في زاوية بعيدة من العالم يقع مكان يثير الرعب في نفوس زائريه هذا المكان ليس مجرد موقع جغرافي بل أسطورة حية تروي قصصاً عن الأشباح والأرواح التي تجوب أرجاءه ليلاً المكان محاط بغابات كثيفة تجعل من الصعب الوصول إليه حتى في وضح النهار الأشجار الضخمة تتمايل مع الرياح محدثة أصوات غامضة كأنها همسات من الماضي البعيد عند الغروب يتحول الجو لتصبح السماء مليئة بالغيوم الداكنة التي تحجب ضوء القمر تاركة المكان في ظلمة حالكة الأصوات الغريبة تبدأ بالارتفاع وكأنها تأتي من أعماق الأرض يقال أن المكان كان مسكوناً من قبل سكان قدامة اختفوا بشكل غامض قصصهم ما زالت تروى تثير الفضول والخوف معاً وكأنها تحذر كل من يقترب من اللعنة القديمة السياح الذين يجرؤون على زيارة المكان يشعرون ببرودة غريبة تسري في الأجواء وكأن الجو محمل بأسرار لا يستطيع أحد تفسيرها الكثيرون يعودون بتجارب لا يمكن نسيانها في أحد الأركان المظلمة يوجد منزل مهجور يقال أنه كان مسكناً لأحد السحرة نوافذه المحطمة تعكس ظلالاً مرعبة وكأنها عيون تراقب كل تحركات الزوار تسمع أصوات خطوات على أرض المنزل الخشبية رغم عدم وجود أحد بعض الزوار يزعمون رؤية ظلال تتحرك بسرعة تختفي في لحظات تاركة إياهم في حالة من الذعر القصص عن المكان لا تنتهي من ظهور أرواح تجوب المكان ليلاً إلى أصوات صرخات تأتي من بعيد كل من يزور المكان يعود بقصة جديدة تزيد من غموضه الأساطير تحكي عن كنز مخفي في عمق الأرض يحرسه كائنات لا ترى المغامرين الذين حاولوا اكتشافه لم يعدوا أبداً تاركين وراءهم العديد من التساؤلات مع ذلك يظل المكان وجهة جذابة للمغامرين ومحب الإثارة الذين يبحثون عن تجارب لا تنسى الرعب والمجهول يجتمعان هنا في قالب واحد ليخلقوا تجربة فريدة من نوعها العديد من الباحثين عن الظواهر الغريبة يأتون إلى هنا بأجهزة حديثة في محاولة لتسجيل أي دليل على وجود قوى خارقة النتائج غالباً ما تكون محيرة تزيد من تساؤلاتهم الليل هنا ليس كأي ليل آخر النجوم تبدو بعيدة والهواء مشبع بأصوات غير مفهومة كل خطوة في المكان تشعر الشخص بأنه مراقب من كائنات لا ترى بالعين المجردة رغم الخوف والرعب لا يستطيع أحد مقاومة جاذبية المكان إنه يحمل لغزاً يشد الجميع وكأنهم يبحثون عن إجابة لسؤال لطالما حاول الكثيرون اكتشافه عبر العصور إنه المكان الذي يجعل القلوب تخفق بسرعة والأعين تراقب بحذر هنا يصبح الخيال حقيقة حيث يجتمع العالمين المرئي وغير المرئي في تألف غريب يأسرك في مغامرة لا تنسى